كحالها من الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 شكك موقع 1945 الأمريكي بقدرة حكومة محمد السودان على القيام بإصلاحات لأوضاع العراق المتردية وذلك بسبب رفض شركائه لأي تغيير داخل النظام الذي بني على المحاصصة والطائفية الموقع الأمريكي أشار في تقريره عن العراق إلى أن نهج المحاصص عزز من قوة أطراف بعينها في إشارة إلى الأحزاب والميليشيات التي تتحكم بتشكيل أي حكومة وتفرض نظام تقاسم المناصب للقبول بهذه الحكومة أو تلك الموقع الأمريكي المتخصص بقضايا الشرق الأوسط تطرق إلى الصعابة التي ستواجهها السوداني وهي ذات الظروف التي أخفقت فيها حكومة الكاظمي ولسيما في مجالي مكافحة الفساد وفرض الأمن حيث بين التقرير الأمريكي أن الكاظمي خيب آمل العراقين في التعاون مع قضايا الفساد واسترضى قادة الأحزاب على أمل دعمه لولاية ثانية فضلا عن فشله في الجبهة الأمنية والأسيما بعد الزهار نفوذ الميليشيات التي تديرها إيران في العراق وشكك التقرير بنجاح حكومة السودان في ملفي الفساد وتحجيم نفوذ الميليشيات معتبرا أن الأحزاب والكتل الحالية مدينة للفساد وترفض تغيير النظام السائد لأنه عزز من قوتها وختم الموقع الأمريكي تقريره من أن غياب أية إصلاحات هي بمثابة رسائل تشي بوضوح إلى أن فرصة التغيير قد تكون من خلال العنف ولجوء الميليشيات إلى تحشيد الشارع في تكرار السيناريو الذي واجه الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 وأدى بها إلى الفشل والإخفاق في مواجهة استشراء الفساد وانتشار الميليشيات وهو ما أكده الميثاق الوطني العراقي من أن تمرير حكومة السوداني تؤكد قذوبة الديمقراطية في العراق وترسخ نظاما محاصصا وتوفر بيئة لتغول الميليشيات الموالية لإيران على العراق والتي كانت سببا في تدمير البلاد وسرقة ثرواته اشتركوا في القناة